موسيقى أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة ننطلق فيها من تونس اجتماعيا أو من تونس اجتماعيا فسياسيا مغاربيا وعربيا لنسأل بعدها في بعض القضايا الأقليمية والدولية التي تنعكس على البلاد سواء بشكل مباشر أو بغيره نطرح هذه الأسئلة اليوم على ضيفنا القياد في حزب نداء تونس المكلف بمتابعة العمل الحكومي عبد العزيز القط أهلا بك أستاذ عبد العزيز لن أبدأ فعليا بالنقطة الأولى بالحديث عن السياسة بشكل مباشر بل بنقطة اجتماعية فعليا تضرب عماد أي مجتمع عربي بلغت نسبة التلاميذ في تونس الآن الذين يطعطون المخدرات خمسين بالمئة منهم عشرين في المئة ممن يعدون مدمنين هذا الكلام الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي السؤال هنا من يتحمل المسؤولية من المدان شكرا أولا قبل كل شيء كل سنة وانتوا طيبين وتهانين أبني موجود سيد الخلق لكل الأمة الإسلامية عادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة بالنسبة للموضوع الذي طرحته الآن أظن أن هذا الرقم هو رقم غير رسمي باعتبار أنه ليس رقم مقدم من قبل مؤسسات الدولة ومن قبل الدولة التونسية إنما هو رقم قدمه قيادي في الاتحاد العام التونسي لشغل هذا لا يمنع بأن هذه الظاهرة موجودة وهي ليست حكرا على تونس ولكن هذا موجود في العديد من دول العالم نحن الآن نعيش محاولة لإصلاح المنظومة التربوية هذا الإصلاح بدأ فيه الوزير السابق ويتميمه الوزير الحالي الذي تم تعيينه منذ شهر تقريبا وهذا في إطار إصلاح هذه المنظومة ومحاولة من أجل حماية أبنائنا من مثل هذه الظاهر وهذا لا يمنع كذلك ما تقوم به الحكومة التونسية في حربها على الفساد وفي ضربها لبارونات التهريب سواء بالنسبة للمواد المعينة وكذلك بالنسبة لكل ما هو مخدرات وغيره مما يمس بصحة ومستقبل أبنائنا في مثل هذه الفترة الحريجة في بلادنا التي نعيش فيها العديد من الأزمات خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أستاذ عبد العزيز قلت بأن هذا الرقم غير رسمي أو غير حكومي تتحدث عنه أو يتحدث عنه الاتحاد العام للشغل إذن هو ليس مؤكد؟ هو مغلوط؟ يعني هناك شيء من المبالغة في الرقم؟ ربما هو يعني أردت أن أقول بأنه اعتماده لا يجب أن يكون على أساس أنه رقم رسمي مقدم من قبل المؤسسات الدولة أو مقبل الدولة التونسية هو رقم قدمه النقابي في مجال التعليم ولا أظن بأن له كل المعطيات الكافية لتقديم مثل هذا الرقم ننتظر أن تقدم لنا الدولة التونسية ولماذا تتأخر الدولة التونسية بدرس مثل هذا الوضع؟ لأنه كما نعلم جميعا وهنا الكلام ليس للمزاودة على أحد عندما نضرب الجيل الحالي نحن نضرب مستقبل أي بلد؟ طبعا أنا لا أظن بأن الحكومة التونسية مكتوفة الأيدي كما أكدت في كلامي من الأول هناك حرب على الفساد الآن هذه الحرب تشمل العديد من المستويات سواء منها التهريب سواء منها المخدرات سواء منها العملة سواء منها العديد من الاحتكار كذلك وهذا يؤكد بأن الدولة التونسية واعية بخطورة مثل هذه الآفات وأنا متأكد وهذا لا ربما سيتم التصريح عليه في الأيام القادمة أو في الفترات القادمة بأن الحكومة التونسية لها كل المعطيات حول هذه المسألة نتصدى جميعا لذلك كمسؤولين سواء على مستوى الحزبي أو على مستوى النقابي وهذا بمساندة لعمل الحكومة التي تقوم به الآن من أجل المكافحات ومن أجل الضرب أيدي من يريد أن يعبث بمستقبل أبنائنا خاصة أن مستقبل أبنائنا هو مستقبل بلادنا ولا أظن أن هذا الوضع أو هذه الأرقام أنه وجدت بعيدا عن الظن لو سمحت لي أنت مكلف بمتابعة العمل الحكومي فعليا إذن لابد أن تكون في صورة الوضع الحقيقي لهذا الموضوع في متابعة هذا الموضوع تتابعون الموضوع فعليا أم لا مرجع مؤجن ليس من أولويات الحكومة لا 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 هناك متابعة هذا من أولويات الحكومة الحكومة التونسية بدأت بإصلاح منظومة التعليم محاربة الفساد مكافحة هذه الآفة القضاء على الجريمة المنظمة هذا كله من أولويات الحكومة الآن هناك عمل دؤوب لذلك لربما ليست هناك نتائج واضحة لأن العملية مازالت في بداياتها ولكن أنا متأكد أن الاهتمام كل الاهتمام موجه لهذا الموضوع ونحن بصدد العمل والتكاتف مع بعضنا وحكومة الوحدة الوطنية من أهم أولوياتها هي مكافحة الفساد مكافحة الإرهاب والمحافظة على الأجيال القادمة من خلال الإصلاحات الكبرى التي بدأت بها هذه الحكومة في وضعها سواء على مستوى التعليم على المستوى الثقافي على المستوى الاقتصادي وهذا نراه يوميا وهو موجود وواضح لكل الشعب التونسي أبو أستاذ عبد العزيز عذرا هل فعلا بدأتم بوضع آليات خطط معينة تنفذ كيف أيضا ستنفذ بخصوص كل هذه النقاط التي طرحتها الآليات الآن موجودة وهناك لجان تشتغل وأنا أريد أن أؤكد بأن الحرص كذلك كان من قبل رئيس الجمهورية الذي في آخر اجتماع لمجلس الأمن القومي كون لجان من أجل الأولى 14 لجنة كل لجنة مهتمة بموضوع يمس من الأمن لأن الأمن القومي هو شامل هناك الأمن العادي لأمن المواطنين هناك الأمن الغذائي هناك الأمن الثقافي هناك الأمن البيئي هناك الأمن على كل المستويات وتكونت لجان لرأسها السادة الوزراء بخلايا تعمل من أجل تقديم المقترحات ومن أجل مساندة عمل الوزارات لوضع آليات لمكافعة مثل هذه الأفات على جميع المستويات من أجل تأمين أبنائنا من أجل تأمين مواطنين ومن أجل تقديم المقترحات للخروج من العديد من الأزمات وعلى رأسها ما يمس بأمننا القومي وبأمن أبنائنا وبأمن أجيالنا القادمة أستاذ عبد العزيز قلت قبل قليل بأنكم بدأتم فعلا بالإصلاح المتعلق بمجال التعليم إذن لماذا سيكون هناك في السابع من ديسمبر المقبل إضراب للمؤسسات التعليمية ما هو بالنسبة للحراك النقابي هذه مسألة تبقى دائما مطروحة وهذا تعودنا به في تونس وهذا هو ما نعيشه اليوم من مناخ ديمقراطي ومناخ حريات التحركات الاجتماعية التي تقوم بها النقابات على مستوى التعليم تخص العديد منها المشاكل ليس بالضرورة مرتبطة بالإصلاح هناك اتفاق بين النقابات وهناك اتفاق وتوافق حول الأصلاحات الكبرى التي يجب أن تمس المنظومة التربوية ولكن هناك مطالب اجتماعية هناك أسادذة متعاقدون هناك معلمون كذلك متعاقدون لهم وضعيات خاصة هناك ما يسمى لعندنا بالكاباس والمنظوري هذه المنظومة لهم مشاكل معينة وفي هذا الإطار هناك التحرك نقابي سواء في هذا المجال أو في ذلك يعني أستاذ عبد العزيز تؤيد أنت تؤيد أنت قاقيادي في حزب نداء تونس بأن المعلمين والقطاع التعليمي في تونس هو قطاع لم يأخذ حقوقه قطاع مظلوم هناك ليس فقط القطاع التعليمي هناك العديد من القطاعات التي تستوجب أن يجرى لها الأصلاح وأن يقع الاهتمام بمنظوري كل هذه القطاعات أكثر ولربما هناك منسوب من المطالب الذي تقلص نظراً لاستجابة الحكومة والحكومات المتعاقبة وإيجاد الحلول للعديد من القطاعات وهذا ما نشهده من السلم اجتماعي الآن موجود في تونس بخلاف بعض التحركات التي هي بسيطة وفي إطار القانون وفي إطار الدستور ومن أجل خلق مجالات للحوار والتفاوض مع المعنيين بالأمر لحل أو حل حالة بعض الإشكاليات التي لازلت عالقة لكل أحوال هي تحركات مطلبية يعني مسموحة في تونس ومشروع طبعا أيضا في إطار الدمقراطية التونسية بما أن نتحدث عن الحكومة فعليا سنعرض الآن فقرة بعنوان اقرأ الحدث نتحدث فيها عن ناحيتين عن ماذا يريد فعليا التونسيون من رئيس الحكومة وأيضا عن عزم الأمريكيين نقل استفارة إلى القدس المحتلة نستمع من ثم نعود الصحافة اليوم ماذا يريد التونسيون من رئيس الحكومة سبق وأنقدم السيد يوسف الشاهد برنامج حكومته الجديدة ونال الثقة لكن مسوّغات تحقيق وتنفيذ البرنامج تستوجب الإصغاء إلى إرادة التونسيين بشأن محاذير قد لا نبالغ حين نقول إنها ترتقي إلى مستوى الخطوط الحمر أول الخطوط الحمر تتعلق بهوية تركيبة الحكومة وهي نقطة في غاية الأهمية إذ لا يمكن أن ننفي الصبغة الائتلافية للتركيبة وهي تشترك في ذلك مع الحكومات السابقة والصبغة الائتلافية بقدر ما تؤشر على الانفتاح على المشهد السياسي وعلى نقطة قوة إلى حد ما تؤشر في الوقت نفسه إلى نقطة ضعف تتغذى من الاختلافات المرجعية والسياسية لمكوناته وفي ظل الاختلافات تبدو أول مهمة للسيد الشاهد أن يجمع الوزراء على اشتراطات العمل الحكومي ويضبط إيقاع أدائهم لأن مقاعدهم في قصر القصب شيء ومقاعدهم داخل أحزابهم شيء آخر تماما التطلع الثاني لاتجاهات الرأي العام يتعلق بصورة رئيس الحكومة فالناس يريدون منه أن ينحط لنفسه صورة أكثر جرأة وأكثر قوة التطلع الثالث يتعلق بطبيعة الصورة ذاتها إذ لا يكفي أن تكون صورة قوية بل يجب أن تعكس صورة رجل الدولة الذي يمتلك رؤية استشرافية تتجاوز الرؤى الحينية للأحزاب فكسب الحرب التي نرى أنها ستطول تستوجب أن يقف السيد الشاهد على المسافة نفسها من كل القوى وتحديدا من النهضة والنداء وأن لا يستخف بالقوى السياسية الصغرى البيت الأبيض يبحث خطة لنقل السفارة إلى القدس يبحث البيت الأبيض خطة للاعتراف الرسمي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها في المستقبل وفق ما قال مسؤولون أمريكيون في خطوات يمكن أن تؤدي إلى تظاهرات فلسطينية وتعرض استئناف عملية السلام المعلقة للخطر وقد أرسلت الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع إلى سفاراتها في الخارج إشعارات بخصوص هذه الخطة وإمكانية الإعلان عنها قريبا بحيث يستطيع مبعوثوها إبلاغ الحكومات في البلاد الموجودين فيها والاستعداد لتظاهرات محتملة لكن المسؤولين قالوا إن الخطط ليست نهائية وإن الولايات المتحدة تعمل من خلال اعتبارات قانونية وسياسية إضافية مشيرين إلى أن إعلانا رسميا بهذا الخصوص قد يصدر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل وأضاف المسؤولون أن الإدارة الأمريكية تفكر في وضع خطة طويلة الأمد لنقل السفارة تنفذ في فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية إذا ما أعيد انتخابه ليس من الواضح بعد ماذا سيقرر ترامب بهذا الشأن لكن المسؤولين قالوا إن من الخيارات الاعتراف بالقدس كعاصمة والإعلان عن خطة نقل السفارة مع تأجيل النقل الفعلي لسنوات عديدة في غضون ذلك يمكن للسفير الأمريكي في إسرائيل أن يعمل من القدس بدلا من تل أبيب حيث مقر السفارة الحالية أحد المسؤولين قال إنه يمكن للإدارة الأمريكية أن تختار الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل إذن بداية أستاذ عبد العزيز هل توافق على ما جاء في هذا المقال من نقاط أو ما سمي فعليا بمحاذير ترقى إلى مستوى الخطوط الحمر؟ بما يخص تونس نعم هناك منطقة الخطوط الحمر لا أظن بأنه هو السائد الآن هي عبارة أظن ليست في محلها باعتبار أنه اليوم نحن نحن تونس الآن لها حكومة وحدة وطنية هذه الحكومة تساهمت فيها أحزاب متعددة والمنظمات الكبرى منظمة الاتحاد العام تونسي الشغل ومنظمة الأعراف حتى وأن لم تكن المشاركة مباشرة وإنما هناك سند سياسي وهناك وثيقة قرطاج التي انبثقت عليها حكومة الوحدة الوطنية ممضات من قبل كل هذه الأطراف يعني أنه اليوم المنهج هو منهج الحوار هو منهج التوافق بين كل الأطراف المعنية بالملفات الكبرى والسيد رئيس الحكومة يقوم بمشاورات مع الاتحاد العام التونسي للشغل مع منظمة الأعراف مع الحزاب السياسية للأصول إلى حلول وسطة ترضي الجميع وتكرس المصلحة العليا للدولة في إطار ما نعيشه اليوم من مناخ سياسي ومناخ اقتصادي واجتماعي ولا أظن أن الحديث على الخطوط الحمراء اليوم هو مسألة أساسية أو مطروحة بقوة وإنما هناك حديث وجدل وحوار حول القضايا الكبرى وخاصة منها الإصلاحات الكبرى التي يجب أن نبدأ فيها ولكن هذا يتطلب توافق بين الجميع هذا كلام جميل جدا إنما طبق فعليا لكن الواقع يقول بأن هناك مصالح حزبية ديقة لمن يعملون في العمل الحكومي إن تحدثنا عن وزراء وحتى مسؤولين هنا تغلب هذه المصالح الحزبية على العمل الحكومي هذه نقطة مهمة لماذا؟ ذلك هو ثمن هذه حكومة الوحدة الوطنية باعتبار أن حكومة الوحدة الوطنية فيها أحزاب هي التي كانت لها الأسبقية أو الأولوية في نتائج الانتخابات وأحزاب أخرى ولربما البعض منها غير ممثل حتى في البرلمان ولكن خيار الوحدة الوطنية نظرا للوضع الذي نعيشه هو الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد والذي يتطلب دعم الجميع اختارنا أن نكون في إطار هذه الحكومة حكومة الوحدة الوطنية بطبيعة الحال هناك بعض الأحزاب أو بعض القيادات في الأحزاب التي هي داخل الحكومة أو خارج الحكومة تحاول أن في بعض الأحيان تشوش أو تستغل بعض المواقف من أجل شيئا من الشعبوي أو من الغايات الانتخابية من هذا الكلام فعليا قد تستصدر إدانا عندما نقول حكومة وحدة وطنية يعني مفترض أن يكون الوزير يعمل لمصلحة كل الشعب كل الأحزاب جمعا ليس لمصلحة حزبه الذي ينتمي إليه وتصغير هذه الدائرة هنا نعود إلى المربع الأول نعم المسألة الموجودة الآن داخل الحكومة ليست بياتي الحدة هو على مستوى التصريحات فقط ولكن سيد رئيس الحكومة عازم وحريص على أن كل الوزراء يلتزمون بملفاتهم ويتركون الشأن الحزبي ويتركون الشأن السياسي لأحزابهم وليقيادات أحزابهم وهذا هو المنهج الذي نسير عليه الآن ولا أظن أن هناك استغلال أو استعمال الدولة لخدمة المصالح لا أظن أن سيد رئيس الحكومة يقبل ذلك ولكن هناك بعض الانفلاتات على مستوى التصريحات في خلق بعض التجنجات بين بعض الأحزاب وهذا نستطيع يعني برأيك من يطالب بتحوير وزاري الآن يريد التشويش على الحكومة؟ لا لا مسألة تحوير وزاري الآن غير متراحة نحن ما زلنا قبل شهر كان هناك تحوير وزاري وتحوير وزاري عميق وكبير وطوينا هذه الصفحة الآن نحن جميعا ندفع من أجل استقرار هذه الحكومة لأن الاستقرار الحكومي رذرا من طوى هذه الصفحة النداء والنهضة هما من طويا هذه الصفحة لكن الباقين لم يطوا فعليا هذه الصفحة الباقون يجب أن يعلموا ويعوا جيدا وهذا ما نقوله داخل المؤسسات التي يتم فيها النقاش مثل هذه المواضية بأن المصلحة العليا للدولة الآن تتطلب استقرار حكومي كفانة تغييرا للحكومات كفانة تعديلات وزارية اليوم الجميع منكب على الملفات الكبرى نحن على أبواب شتاء وعلى أبواب نهاية سنة ليست بالسهلة وتعرفون جيدا أنه في كل هذه الفترات هناك تحركات وهناك بعض الاحتجاجات يجب اليوم أن نعمل من أجل أن نستبق مثل هذا وقد قام السيد رئيس الحكومة مؤخرا وهو الآن في القيروان منذ ثلاثة أيام كعملية لزيارة المناطق الداخلية والبقاء فيها على عين المكان والاطلاع على كل المشاكل الموجودة فيها مباشرة وإيجاد الحلول وهذا سيكون بالنسبة حتى للعديد من المناطق الأخرى وهذا هو العمل الميداني الذي يجب أن تنكب عليه كل الوزراء حتى يكون لهم إجابات على المشاكل الموجودة وكذلك ملفاتهم التي يجب أن يهتموا بها قبل الاهتمام بكل ما هو عمل حزبي أو سياسي ويترك ذلك للعزاب والسياسيين في هذه الفترة بما أننا نناقش في هذه الحلقة بطبيعة حلقات آخر طبعا ما يرد في الصحافة ومنها الصحافة التونسية في المقال الذي عرضناه يقول للكاتب أن التطلع الثالث يتعلق بطبيعة الصورة ذاتها لرئيس الحكومة ويتحدث هنا عن انتلاك رؤية استشرافية هذا أولا في نقطة أخرى يقول بأن رئيس الحكومة يجب أن يرقى إلى درجة المطلب أو كل المطالب التي يطلبها التونسيين إلى أي حد فعليا يحقق رئيس الحكومة هذه النقاط هل لديه نظرة استشرافية فعليا أتحدث هنا من خلال العمل والتطبيق ليس فقط من خلال الكلام هو اجتهاد هي محاولات اليوم سيد رئيس الحكومة مع الفريق الحكومي الذي تم اختياره مؤخرا هناك محاولة جدية لإيجاد حلول لأنه اليوم الوضع صعب لا يخفى على أحد ذلك الوضع الاقتصادي صعب الوضع الاجتماعي صعب كذلك اليوم نحن جميعا سواء حكومة أو حتى أحزاب سياسية باعتبارها تمثل هذا الحزام السياسي بالمشاركة مع المنظمات الكبرى نحاول أن ندفع وأن نساعد سيد رئيس الحكومة على أن يكون له أولا حلول عاجلة لما هو موجود الآن وما يتطلب أن التدخل الحيني والفعلي والجدي لإيقاف العديد من المشاكل المتراكمة والمشاكل الكبرى وكذلك نظرة إشرافية حول المستقبل من أجل أعطاء الأمل للشباب الذي يعاني اليوم من البطالة يعاني من التهميش هذا بالإضافة إلى الفقر إلى المشاكل الأخرى التي ربما لا تجعل في نظرة هذا الشباب أمل في المستقبل وأساسا دور سيد رئيس الحكومة كي ننتهي من المحور التونسي الداخلي نتحدث عن تونس الأقليم أيضا وبعض المواقف للدولة التونسية كقياد في حزب نداء تونس ومكلف بمتابعة العمل الحكومي ماذا تستطيع أن تعد فعليا التونسيين من خلال شاشة الميادين ما نعيده للتونسيين وهذا ما نقوله دائما هو أننا يجب الآن أن نرتقي جميعا إلى مستوى العمل وكفانا حديثا كفانا كلاما كفانا شجارا كفانا تشنجا بين الأحزاب بين المنظمات وبين الفاعلين اليوم الانتباه يجب أن يوجه أساسا لمشاكل المواطن يجب أن نذهب جميعا إلى إيجاد الحلول أن نضع اليد في اليد من أجل أخراج بلادنا من هذه المأزق وخاصة المأزق الاقتصادي من أجل أنقاذ المسار الديمقراطي أقول بأنه اليوم هناك نية جدية من قبل الحكومة من قبل الأحزاب لإيجاد الحلول لمعاونة هذه الحكومة على أن تجد حلولا لكل القضايا الموجودة لنعمل جميعا لنذهب إلى العمل ليكون لنا ثقة في حكومتنا ثقة في أحزابنا السياسية كي يكون هناك أنا بما أنني أعتبر نفسي الآن في هذه الحلقة وأمثل الشعب التونسي ولي الشرف يعني عندما تريد أي حكومة في العالم الثقة من الشعب يجب أن تقدم له ما يطلبه حتى تنال هذه الثقة لا استمعي نعم طبعا إذن الشعب ينتظر الشعب ينتظر أن يقدم له فعلا على الأرض كي تعود جسور هذه الثقة أكثر ما بين الشعب والحكومة طيب ننتقل الآن إلى التعليق على المقال الثاني يتعلق بالقدس المحتلة ونقل الأمريكيين استفارة إلى القدس المحتلة تعتقد بأنه هو قرار أمريكي يأتي كهدية أمريكية للإسرائيليين سيصادق عليها بعض العرب في وقتها وسيغض النظر عرب آخرون عنها هو أظن أنه هذه لربما هي محاولة لجس النبض باعتبار أنه اليوم الأشكال ليست في أمريكا أو في إسرائيل المشكلة هو بين الدول العربية والدول الإسلامية المشاكل التي تعيشها الأمة العربية هذا الأنقسام هذا التشرذم هذه الصراعات التي تركت هذه الدول اليوم بعيدة وأنظارها بعيدة على القضية الأم القضية الأساسية وهي القضية الفلسطينية وهذا بطبيعة الحال بأياد خارجية وبتمويلات خارجية وبتمويلات داخلية من قبل بعض الدول التي تعمل لمصالح غير المصالح العربية هذا الكل يجعل للأمريكان ولغيرهم أن يقوموا بقرارات من هذا النوع ويجسوا النبض وأنا متأكدا أن هناك العديد من الدول لربما ستبارك هذه الخطوة ولكن أنا متأكد كذلك بأن العديد من الدول العربية ستتصدى لذلك المقاومة كذلك الداخلية في فلسطين وخارج فلسطين ستتصدى لذلك لأن مثل هذه الخطوة هي محاولة أخرى لضرب الكرامة العربية الإسلامية ضرب للأمة وكذلك ضرب القضية الفلسطينية وأنا متأكد بأن هذه القضية ستبقى القضية الأم في قلوب كل المسلمين وكل العرب الدول العربية وسنتصدى جميعا لذلك وستصدح الأصوات الحرة بالرفض وستعمل من أجل أن لا تكون هذه الخطوة على أرض الواقع وأن لا يقوم الأمريكان بذلك حتى وأن كان الوضع العربي في هذا الحال من التشرذم ومن الصراع ولكن المهم اليوم هو أن نبقى منتبهين وأن تبقى قلوبنا معلقة بفلسطين وأن نطفئ تونس الرسمية ماذا ستفعل النار التي تبقى دائما مضيئة في قلوب الأجمع تونس الرسمية ماذا ستفعل لا أدري هذا سؤال يوجد إلى الدولة إلى حد الآن ليس هناك موقف رسمي إلى حد الآن ليس هناك خطوة فعلية عندما يأتي شأن للحديث على ذلك أنا متأكد بأن الدولة التونسية والجهات الرسمية ستقدم موقف في ذلك وأنا متأكد بأنه سيكون كما العادة موقف يشرف نداء تونس ماذا ستفعل إن كنت لا تدري بشأن الدولة ككل أنت قياد في حزب نداء تونس نداء تونس ماذا ستفعل أنا أعطيتك موقفي سيدتي وهو يمثل موقف نداء تونس أعيده لو سمحت ممكن أن تعيده علينا على مسامعنا لو سمحت أنا قلت لك بأنه نحن بطبيعة الحال نحن ندين هذا الفعل ولن نقبل بذلك ونحن سيكون صوتنا عاليا في نداء تونس لتصدي لمثل هذه الخطوة بأتبار أننا نعتبر أن القضية الفلسطينية هي القضية الأم حتى وأن كان هناك بعض الخيانات على مستوى بعض الدول العربية أو هناك بعض من يريد أن يدفع إلى مثل هذه الخطوات حتى يضرب القضية الفلسطينية نحن سنتصد لذلك تونس دائما ومازالت وكانت وتبقى إلى جانب القضية الفلسطينية وننقبل بأي مس يمس شبر من الأرض الفلسطينية وسنكون إلى جانب كل أصوات الحق التي تدافع على القضية حيان الجامعة العربية بما يخص تصنيف حزب الله الذي قاتل فعليا الإسرائيلي وحمل السلاح بوجه الإسرائيلي لم يقف بوجهه سوى برلومانيون وبرلومانيات على رأسهم السيدة الإبراهمي كان لها كلمة قوية جدا في وجه عدم اتخاذ تونس الرسمية فعليا موقف فعل حقيقي من إدانة حزب الله كانت هناك إجابة للسيد وزير الخارجية حول هذه المسألة وأجاب على ذلك في البرلمان وقال بأن الدولة التونسية تعتبر بأن حزب الله هو حزب مقاوم وأنه قدم الكثير إلى القضية الفلسطينية وإلى كامل الأمة العربية الإسلامية تونس تحترم حزب الله تتدخل في الشان اللبناني ولكن يقول كذلك بأنه لا يمكن أن نعطي سك على بياض بأتبار أنه إذا كانت هناك بعض التجاوزات الأخرى فنحن ندينها كذلك في تدخل في شؤون دول الأخرى وهذا موقف واضح بالنسبة لنا نحن سندنا وعفوا يعني لا تقبلون بإدانة حزب الله كتونس رسميا نعم طبعا لا نقبل بإدانة حزب الله ونحن كبرلمانيون وهناك أكثر من أربعين أو خمسة واربعين نائب وأنا كنت من بينهم والعديد من النواب من مختلف الأحزاب ومن مختلف الكتل البرلمانية التي أدانت هذا البيان ولم تكن المرة الأولى وحتى البيان الذي تم فيه منذ سنتين كذلك الذي صنف أو حاول أن يصنف حزب الله كمنظمة رهابية في مجلس وزارة الداخلية العرب كانت هناك هبة شعبية من قبل الشعب التونسي وكذلك من قبل الأحزاب ومن قبل كل العديد من المنظمات وتصدينا لذلك تونس والشعب التونسي موقفها واضح في هذه المسألة نحن نحترم حزب الله نحن نعتبر بأن حزب الله هو حزب مقاومة صمام أمان لنا جميعا في المنطقة وعليه لا يمكن أن يمس من حزب الله أو محاولة إدخاله في أتون نعرف جيدا الأجندات والمساعي التي يمكن أن تؤدي لها أستاذ عبد العزيز وصلت للفكرة لابد من أن نذهب في فاصل بكلمة واحدة لو سمحت هل ستعاد العلاقات قريبا مع سوريا على المستوى الرسمي أم لا الموضوع بعيد نعم سيدتي أنا كنت رئيس لأول وفد برلماني تونسي وعربي زار سوريا منذ سنة تقريبا وقابلنا والسيد البشار الأسد وعبرنا على أننا مع أن ترجع العلاقات مع سوريا بعيدا عن تعبيركم أقصد المنح منح الدولة نعم الدولة الآن تبحث ذلك هناك العديد من الضغوطات التي نقوم بها والمحيورات التي نقوم بها وحتى مع سيد رئيس الجمهورية وكلنا وهناك العديد من القوى والبرلمانيين والمنظمات والأحزاب التي هي بسدد الدفع لإرجاع العلاقات مع العلم أن العلاقات موجودة على مستوى قناصل وعلى مستوى قنصل هو موجود في سوريا ولكن نحن نريد أن يرتقي هذا إلى مستوى السفراء وترجع العلاقات كما كانت قبل ما حدث قبل الأزمة السورية من هجم على الشعب السوري أستاذ عبد العزيز القطي تبقى معنا نعود بعد قليل النقاش بعد فاصل قصير ابقوا معنا مشاهدين رجاء من جديد أهلا بكم مشاهدين القسم الثاني من هذه الحلقة لآخر طبعة التي نجدد ترحيب بها بالقياد في حزب نداء تونس المكلف بمتابعة العمل الحكومي عبد العزيز القطي أهلا بك من جديد أستاذ عبد العزيز سنستمع سنستمع إلى عنوين الصحف العربية من ثم نعود لاستكمال هذا النقاش إذن إلى عنوين الصحف مع بيسان طراف ولنا عودة أهلا بكم جولة على أبرز ما عنوانات بعد الصحف العربية الصادر هذا الصباح البداية مع صحيفة الشرق الأوسط وفي العنوان الأول وثيقة ديمستورا تقترح دولة غير طائفية وإدارات محلية الشرق الأوسط تنشر تصوره للحل السياسي وورقة المعارضة تتحدث عن حقوق الأكراد وتطرح تغيير اسم الدولة ترامب يخطط لاستبدال بومبيو بتيليرسون معلومات عن قرب تعيين كوتين مديرا للسي آي اي واخترنا أبدا من عنوين هذه الصحيفة لقاء الملك محمد السادس وزومة ينهي القاطعة بين البلدين خطة أفريقية أوروبية لإنهاء محنة لاجئي ليبيا إلى صحيفة القدس العربي نقرأ في العنوان الأول شفيق يعود إلى مصر خلال أيام منافسا لسيسي من داخل النظام محاميته أكدت أنه سيغادر الإمارات متوجها إلى باريس قبل الرجوع إلى بلده اليمن الانفصاليون يمنعون الحكومة من إحياء ذكرى الاستقلال والحوثيون ينقلبون على صالح ما يتدعو إلى رفع الحصار والصعودية تعترض صاروخا باريسيا جديدا ومن عنوين هذه الصحيفة نقرأ أيضا وحدات عسكرية صينية في سوريا بالتزامن مع استعداد قوات روسية وأمريكية للمغادرة ديمستورا المفاوضات الحالية لن تناقش مصير الأسد وفرن الفارز ملامح نزاع روسي إيراني إلى صحيفة الشروق التونسية التي تساءلت في عنوانها الأول كيف تحول الاتحاد إلى أكبر قوة في البلاد قاوم الاستعمار وعرض برقيبة وقاد الحوار الوطني وأيضا عنونا تهدي الصحيفة لإفريقيا يهديد تونس والجزائر وليبيا ومصر الشاهد يتحدى بحث عن دعم المواطنين في القيروان الشارع القيرواني لشروق نريد تنفيذ قرارات رئيس الحكومة من تونس إلى الأردن مع نوين برز اخترناها من صحيفة الدستور جاء في الانوان الأول الملك عدم التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية يصاعد التطرف بحث ورئيسة الوزراء البريطانية والمستجدات الأقليمية والدولية مي ندعم رؤية الأردن الفين وخمسة وعشرين ونود مساعدتكم لتحقيق تقدم فيها روسيا تستعد لسحف قواتها من سوريا التحالف يقر بمقتل مئة المدنيين بغاراته في سوريا والعراق ارجاء نقل الحكم في غزة يزيد المخاوف حول إتمام المصالحة الاحتلال يغير ويقصف مواقع للمقاومة في القطع إلى صحيفة النهار الكويتية في العنوان الأول تصور كويتي لحل الأزمة الخليجية خلال اجتماع قادة مجلس التعاون المتوقع عقده الثلاثاء المقبل في البلاد أمير قطر وسلطان عمان تسلم دعوة سمو الأمير لحضور القمة مصر تسمح لروسيا باستخدام قواعدها الجوية اتفاق لخمس سنوات قابلة للتجديد يمنح موسكو نفوذا إضافيا في الشرق الأوسط أما صحيفة الشرق المصرية فاخترنا من عنوينها البارزة عنوان وهو الشرق تكشف لأول مرة خلية تفجير الكنائس هدمت ضريحة الشيخ حنفي في قرى مع هذا العنوان نختم جولتنا شكرا للمتابعة تفاصيل أكثر نعود إلى برنامج آخر طبع طب إذن نبدأ بعنوين الشرق أستاذ عبد العزيز إلى أي حد تتخوف تونس من تمدد الداعش في الشمال الإفريقي بطبيعة الحال تعرفون جيدا بأن تونس كانت من الدول أو أكثر الدول التي عانت من الإرهاب ومن الضربات الإرهابية خاصة في السنوات الأخيرة ونحن نعرف جيدا وعونا جيدا كذلك بما يحدث في الشقيقة ليبيا والوضع الذي تعيشه الشقيقة ليبيا كذلك نحن على مجاورين لدولة الجزائر وهذا كله يجعل المنطقة مهددة بكل المقاييس بهذا الغول أو الغول الإرهاب خاصة بعد الهزيمة التي لحقت به ولحقت بالدواعج في كل من العراق ومن سوريا ونعتبر بأنه منطقة الارتداد لربما ستكون شمال أفريقيا وخاصة ليبيا وتونس والجزائر وعليها فإننا اليوم نعطي أولوية كبرى لذلك بالتنسيق مع الأجوار من أجل التصدي ومن أجل استباق مثل هذه لربما المخططات التي تستهدف منطقة المغرب العربي وعلى كل حال نحن في تونس الآن حققنا نجاحات أمنية كبرى نحن في كل مدة بصدد مقاومة العديد من الجيوب الإرهابية سواء في الجنوب سواء في الشمال واليقظة دائما مطلوبة والتنسيق مع الأجوار كذلك مطلوب وهذا هو ما يحدث الآن في تونس منطقة الارتداد كما أسميتها الداعش هل هي بقرار دولي برأيك لا ربما بطبيعة الحال لأنه لو سلمنا بأنه الدواعش أو هذا التنظيم هو تمظيم بطبيعة الحال مخترق وممول ومفبرك ومكون من قبل بعض الجهات بطبيعة الحال ربما إن كان هناك نية لمواصلة استعمال مثل هذا التنظيم واستعمال الإرهاب فأنه سيكون هناك متابعة من بعض الأطراف التي تريد مواصلة الأعمال أو لها غايات لاستغلال هذا التنظيم في مناطق أخرى وأظن أنه اليوم الجميع يعرف جيدا بأنه من له الغايات الآن من القوى الدولية بنقل الإرهاب إلى شمال أفريقيا واحد لتهديد الدول العربية المغاربية إضافة إلى مصر ثانيا لتعزيز موطئ القدم في أفريقيا وبالتالي نهب بعض ثروات عند العرب أو حتى في أفريقيا أعم هذا موجود ولربما كل هذه الغايات مرتبطة متشابكة المصالح موجودة تعرف جيدا بأن القارة الأفريقية هي قارة غنية بالثروات وهناك مطامة كبرى الآن موجودة ولربما يتم استعمال ورقة الأرهاب لمحاولة خلق موازين قوى معينة واختراقات معينة من يسير هؤلاء الآن إلى شمال أفريقيا برأيك من القوى الدولية والله لا أدري لا يمكن التحديد ولكن أظن أنه من كان له اليد في إعانة هؤلاء في المرور في الأصول في التسفير في التمويل والأصول إلى المناطق التي وجدوا فيها مناطق التوتر التي كانت في العراق والتي ولا ربما لازالت وفي سوريا هم أنفسهم الذين سيقومون بمساعدتهم على لربما الالتحاق بمناطق أخرى لهم فيها غاية معينة أخرى ومآرب ومصالة أخرى يعني أعتقد أستاذ عبد العزيز بأنك لست لا تدري بل لا تريد أن تقول هناك هناك فرق على كل حال الآن بما أننا نتحدث عن كل المناخ الأقليمي سنعرض فقرة الميادين نتليا الكاتبة سوري عقيل محفوظ من ثم نعود لنعلق عليها الميادين نت أطوار أردغان المجهد المتحفز عقيل سعيد محفوظ لا شيء أكثر من المخاوف يمكن أن يجعل التقارب أو التفاهم ممكنا بين روسيا وتركيا أما إذا أمكنت الحيلة والوسيلة فسوف ينقلب الخوف تشددا وابتزازا وربما كيدا وتنكرا وما إن أظهرت واشنطن موقفا عدائيا تجاه الرئيس بشار الأسد وعملية سوتشي سارع أردغان لملاقاتها وتلقف موقفها كأنما كان ينتظره بفارغ الصبر والرجل معروف بتقلباته انتهازا لفرصة أو انحناء لتهديد وقد ظهرت صورتان متعاكستان له خلال ثلاثة أيام الصورة الأولى في ختام المؤتمر الصحفي لقمة سوتشي وكان مجهدا وشارد الذهن ومتثاقلا في مشهد يحيل وهو ما أكدته الصورة الثانية إلا أنه مضى في عملية سوتشي مضطرا وأما الصورة الثانية فقد برزت فور تلقيه إشارات تقارب أمريكية وبدأ فيها متحفزا ومتنكرا ومستعدا للمواجهة وقد انقلب على تفاهمات سوتشي ولسيما مؤتمر الحوار السوري والكرد والموقف من الرئيس بشار الأسد مؤتمر سوتشي بالنسبة لموسكو هو أبعد من الموضوع الكردي وتأجيل عقاده لا يعني إلغاءه إنما إفساح في المجال أمام أوسع مشاركة ممكنة فيه ولا بد من تعاون تركيا بهذا الخصوص وعلى الرغم من اهتمام موسكو بالكرد إلا أنها لن تجعل من موضوع مشاركتهم في المؤتمر عائقا أمام عملية سوتشي ينتظر الروس والأتراك من عملية سوتشي الاستمرار في مكافحة الإرهاب وتعزيز خفض التوتر والتوافق على مبادئ الحل السياسي ولكن توافق الطرفين على المفردات المذكورة لا يعني اتفاقهما التام والنهائي على مضامينها ومقتضايتها الإجرائية والعملية أو ترتيبها وإيقاعها الزمني أو ارتباطها بعملية جنيف والقرار الفين ومائتين واربعة وخمسين وكان متوقعا أن يدخل الطرفان في مواجهة حول تفسيرها وتأويلها لكن ليس بتلك السرعة يظهر أردغان مرة بعد أخرى أن تقديراته ورهاناته تجاه سوريا وروسيا نفسها محكومة بالموقف الأمريكي في إطار علاقات معقدة لم يستطع منها فكاكان بل إنه يجهد في تعزيزها وإعادة إنتاجها أستاذ عبد العزيز على متن الطائرة العائدة من سوتشي قال إردغان بما معناه بأنه قد يلتقي الأسد الأبواب مفتوحة هنا في السياسة لا عدو دائم ولا صديق دائم عاد بعدها وعادوا في تركيا ليرفعوا السقف من جديد ويتحدث عن رئيس السوري بشار الأسد براية لماذا هذا الارتداد في الموقف طبيعي الارتداد في الموقف تعرف جيدا بأن المواقف خاصة في مثل هذه الحالات هي مرتبطة بموازين القواء وهي مرتبطة بالمصالح وهي مرتبطة بما يحدث من تغييرات على مستوى قطعة معناه قطع الشترنج في المنطقة وأظن أن تركيا بالدور التي تريد أن تلعبه دائما ولربما أكثر من حجمها أحيانا في العديد من القضايا الكبرى يجعلها اليوم في حالة من الارتباك في حالة من التباعية في حالة من عدم القدرة لربما على تفكيك مفردات ما يحدث وخاصة بين القواء الكبرى وهذا نظرا للتعقيد الكبير لما يحدث داخل المنطقة وهذا لربما ما يجعل هذا التأرجح بين المواقف وهو أظن أنه مسألة طبيعية باعتبار أنه ليس هناك قرارات أو مواقف مبدئية تم على أساسها بناء المرحلة السابقة وعليه فأن موازين القواء بتغيرها على الأرض هي التي تحدد الموقف بجملة واحدة لأنه انتهى الوقت لمن تابعة تركيا حاليا بأنك تتحدث عن التبعية لا ولا هي تابعة بطبيعة الحال إلى مواقع القرار المتعددة والغير قابلة اليوم على أن تفهم بصفة واضحة ولكن المصالح التركية اليوم مرتبطة بموازين قواء موجودة داخل المنطقة تغيرها وموقفها المتغير من سوريا وما قامت به من آثار ومن دمار وقد شاركت فيه مباشرة في سوريا والآن الموقف الثاني يدل بأن موازين القواء عندما تغير الداخل المنطقة تم تغيير موقف سوريا وأظن بأنه الآن سوريا تتخبط في هذه المسألة وسيكون لهذا التخبط تبعات كبيرة جدا سواء على مستوى السياسي أو على مستوى المستوى الأخرى الاقتصادي وحتى على مستوى الرأي العام في علاقة بأردوغان وفي علاقة بالحكومة الحالية سيكون لها تبعات كبرى وكذلك هناك الملف الكردي وهذا التعقيد ككل لربما سيكون له تبعاته ونعكاسته المباشرة على الوضع التركي الداخلي أشكرك كل شكر القياد في حزب نداء تونس المكلف بمتابعة العمل الحكومي عبدالعزيز القطي كنت معنا مباشرة من العاصمة التونسية الشكر الأكبر لكم مشاهدين دائما على متابعتكم لحلقة آخر طبعة ولكل مساحاتنا الأخبارية والتحليلية وبرامجنا في الميادين دمتم سالمين اشتركوا في القناة